هو أول لقاء رفيع المستوى لمجموعة العشرين هذا العام على وجهة ريو دي جانيرو البحرية بالبرازيلة يلتأم وزراء خارجية المجموعة في قمة تستمر اليومين هذه القمة والتي يغيب عنها وزير الخارجية الصينية تبحث مجموعة من القضايا الأكثر إلحاحاً على المستوى الدولي فإلى جانب القضايا المالية تناقش المجموعة الاقتصادية التي زاد انخراطها في السياسات الدولية الحرب الروسية على أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوتر المتزايد في منطقة البحر الأحمر ومن المتوقع أن تزم في اليوم الثاني من أشغال القمة مناقشة مجموعة من الملفات المفضلة لدى البرازيل التي تسلمت الرئاسة الدورية للمجموعة من الهند في دوشنبر الماضي وتسعى البرازيل إلى إعطاء دول الجنوب صوتاً أقوى في أقوى المؤسسات الدولية ويتعلق الأمر بالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كما ستحاول البرازيل الدفع بقضيتين تغير المناخ ومحاربة الفقر ويقول المتتبعون أن مساعي الرئيس البرازيلي لولادا سيلفا لجعل هذا الاجتماع أرضية مشتركة قد يواجه الكثير من العقبات بعد تهم الزعيم اليساري إسرائيل بارتكاب إبادة وقارن عمليتها العسكرية في غزة بالهولوكاست وهو ما أثر جدلاً ديبلومازياً وغضباً إسرائيلياً تصريحة لولادا سيلفا ليست العقب الوحيد للخروج باتفاق في هذا الاجتماع فهناك أيضاً تداحية استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية لأنه يشكل حسب واشنطن تقوضاً لجهود تبادل الأسرى من جانب آخر وبعد فشل قمة نيو ديلهي في إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا تتزايد الضغوط الغربية على قمة ريو دي جانيرو لإداناتها غير أن ذلك يبدو بعيد المنال في ظل استمرار الانقسام في صفوف أعداء المشموعة الاقتصادية